من هو رجل الأعمال محمود العربي الملياردير الذي بدأ حياته بأربعين قرشا العربي رجل أعمال عصامي بدأ من الصفر وبعد رحلة كفاح بقى واحد من أكبر رجال التجارة والصناعة في مصر ومعروف عنه أنه رجل شديد التواضع وعمره متغر بالمناصب اللي مسكها ورغم حظه القليل من التعليم اللي أنه قدر يبني قلعة صناعية كبيرة من غير محد يساعده أو ياخد قروض من البنوك محمود العربي كان رئيس التحاد الغرف التجارية السابق وهو صاحب محلاته مصانع تشيبة العربي اتولد العربي سنة 1932 لأسرة ريفية فقيرة في قرية أبو رأبة بمركز أشمون في محافظة المنوفية وتوفى والده وهو في سن صغير ورح بعدها للقاهرة واشتغل بيع في محل صغير للأدوات المكتبية وعمره وقتها عشر سنين تقريبا وفي سنة 1954 قاعد في الخدمة العسكرية ثلاث سنين وبدأت علاقة العربي بالصناعة لما عمل مصنع صغير للألوان والأحبار وبعد كده حول مجال عمله من تجارة الأدوات المكتبية لتجارة وصناعة الأجهزة الكهربائية وسافر اليابان عشان ياخد توكيل شركة إلكترونية في صناعة الإلكترونيات ولما رجع بنى مصنع ودخل انتخابات الغرف التجارية وبقى رئيسها 12 سنة واتجه للسياسة فترة صغيرة وما بقى نائب في البرلمان عن دائرة السيدة زينب وأصر النيل رفض يكرر التجربة بعد كده وبدأ العربي التجارة في سن صغير جدا بالتعاون مع أخوه الكبير واللي كان بيشتغى في القاهرة وعن الفترة دي قال العربي كنت بوفر مبلغ 30 أو 40 إرش في السنة وبديها لأخويا عشان يجيب لي بضاعة من القاهرة قبل العيد الصغير وكانت البضاعة دي عبارة عن ألعاب نارية وبلونات وكنت بفرشها على المصطبة قدام بيتنا عشان أبيعها لصحابي وكنت بكسب فيها حوالي 15 إرش وبعد كده بدي الأخويا اللي جمعته عشان يجيب لي بضاعة زيها في عيد الأطحى وفضلت كده لغاية ما وصلت عشر سنين لغاية ما أشار أخويا على أبويا إن سافر القاهرة عشان أشتغل في مصنع بتاع أطور وده كان سنة 1942 واشتغلت فيه شهر واحد وسبته عشان ما كنتش بحب الأماكن المغلقة والعمل روتيني وبعد كده راح العربي يشتغل في المحل في الحسين وكان رد بوقتها 120 إرش في الشهر واستمر على كده في المحل لغاية سنة 1949 ووصل مرتبه لـ 320 إرش بعدها حاب يشتغل في محل جملة بدل من المحل القطاعي عشان يزود خبرته في التجارة وكان أول رياتي بياخده في المحل الجديد أربعة جنيه واشتغل فيه 15 سنة لغاية ما وصل مرتبه لـ 27 جنيه وكان مبلغ كبير جدا وقتها لدرجة إنه اتجوز بيهم وفي سنة 1963 حاول العربي إنه يستقل بنفسه في التجارة لكن ما كانش معاه اللي يبدأ به ففكر هو وزميل له في نفس الشغلانة إنهم يتشاركوا مع شخص غني على أساس تكون مساهمته هو وصاحبه بالمجهود والرجل الثاني يساهم بالفلوس وكان راس المال المشروع 5000 جنيه وبكده بقى عنده أول محل في الموسكي واللي فضل محتفظ به لغاية دلوقتي ولما بدأ العربي شغله الجديد وبعد ثلاثة يام بس صاحبه واللي هو شريكه برضه تعب لمدة سنتين اشتغل هو في المحل الوحده وكبرت تجارته بسرعة كبيرة وحقق أرباح كبيرة جدا وكان مشهور بأمانته واللي الناس اعتبرتها سر نجاحه كانت تجارة العربي أيمة أساسا على الأدوات المكتبية والمدرسية ولكن الحكومة قررت في الستينات صرف المستلزمات المدرسية للتلاميذ بالمجان ودخل تجارة العربي ملهاش وجود فعوضها بتجارة الأجهزة الكهربائية خاصة أجهزة التلفزيون والراديو والكاسة وقتها يعني وحول العربي تجارته كلها للأجهزة الكهربائية في نص السبعينات مع سياسة الانفتاح الاقتصادي اللي عملها الرئيس الراحل أنور السادات وفكر في الحصول على توكيل إحدى الشركات العالمية واتعرف على أحد اليابانيين الدارسين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وكان دايما بيتردد على محلاته وكان الشخص الياباني ده بيشتغل في شركة توشيبة اليابانية فكتب تقرير لشركته قال فيه إن العربي هو أفضل واحد ممكن يمثل توشيبة في مصر فوافقت الشركة إنها تديله التوكيل وفي سنة 1975 زار العربي اليابان وشاف مصانع الشركة اللي أخذ توكيلها وطلب من المسؤولين فيها إنشاء مصنع لتصنيع الأجهزة الكهربائية في مصر وهو اللي حصل فعلا على أن يكون المكون المحلي من الإنتاج 40% واللي زادت بعد كده لـ 60% ثم 65% لغاية ما وصلت لـ 95% ومع تطور الإنتاج عمل شركة توشيبة العربي سنة 1978 وفي سنة 1980 انتخب العربي عضوا بمجلس إدارية غرفة القاهرة واختروه أميل للسندوق ثم انتخب رئيس للتحاد الغرف التجارية سنة 1995 وإذا كان العربي بدأ تجارته بعامل واحد إلا إنه بقى عنده 13 ألف عامل وكان نفسه يوصل لـ 20 ألف في 2010 وأخيرا يبقى الحج محمود العربي رمز من رموز الاقتصاد وتبقى رحلة كفاحه وعصميته قدوة للأجيال وتأكيدا لقيمة العمل والاجتهاد باعتبارهم الطريق الوحيد لتحقيق النجاح والنهاردة أعلنت شركة توشيبة العربي عن وفاة الحج محمود العربي وقالت لقد كان نموزجا مشرفا للعطاء وحب الناس وكان رحمه الله محل تأدير واحترام كل المصريين وكان لنا نعمى الأب والقائد الراشد الذي ستبقى سيرته العطرة ورياته في مجال التجارة والصناعة نموزجا فريدا تقتضي به الأجيال القادمة وستبقى أعمال الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان نسأل الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويجزيه بالإحسان إحسانا وأن ينزله منزلا مباركا والله خير المنزلين الله يرحمه اشتركوا في القناة